رأى رئيس جبهة النضال الوطني وليد جومبلاط أن أي تفكير بتسوية سياسية مع النظام السوري الحالي هو بمثابة ضرب لكل مسيرة التضحيات واعتراف غير مباشر من قبل المجتمع الدولي بأن التغاضي عن إقرار الحقوق السياسية المشروعة للشعوب ممكن طالما أن الديكتاتوريات تمارس القمع والقتل وفي موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء أشار جومبلاط إلى أن التضحيات الشعب السوري أدت إلى بناء إجماع مهم في مجلس الأمن الدولي منبها من الغرق في التفاصيل اللوجستية والابتعاد عن خارطة الطريق الأساسية التي رسمتها مبادرة جامعة الدول العربية أما في الشأن اللبناني فتساءل رئيس جبهة النضال الوطني عن موعد الإطلال المرتقبة للربيع العربي على النظام اللبناني للتخلص من الطائفية السياسية معتبرا أن هذا هو الإصلاح الحقيقي وليس بعض الشعارات في القوانين الانتخابية التي لا تهدف سوى إلى الإقصاء والإلغاء ودع جمبلات إلى معالجة قضايا الناس المطلبية الملحة مضيفا مع ارتقاب الوصول الميمون للأساطير الكهربائية نتطلع إلى وضع دفتر شروط بمواصفات عالمية لبناء معامل كهربائية جديدة ولمعالجة جذرية للأغذية والأدوية الفاسدة من خلال رفع الغطاء عن جميع المتورطين في هذه الفضائح